تبخرت آمال اليمنين وانقضع الخيط الذي كان معقود عليه أن يوصلهم إلى بداية توافق قد يفضي إلى تحقيق السلام المنشود فما أن يتجه المبعوث الأمميسة بإحداث خرق في جدار الصمت حتى يفتح الطرف الآخر المتمثل بميليشي الحوثي جبهة أخرى جبهة أشعلتها هذه المرة من البحر الأحمر لتجعل منه مرتعن العسكرة بحجة حماية الملاحة الدولية الملف الاقتصادي يعد أبرز الملفات التي يركز عليها هانس جراندبرغ في ماراثون زياراته وجهود المكثفة في مقدمتها معالجة قضية المرتبات المبعوث أكد خلال إحاضة الأخيرة في مجلس الأمن الدولي أن خارضته ترتكز على ثلاث لجان سياسية واقتصادية وعسكرية فاللجنة الاقتصادية المشتركة تضرق إليها المبعوث بتواصل التحضير لإنشائها لدعم تنفيذ التدابير الاقتصادية المتفق عليها والتفاوض على أولوية أخرى قصيرة وطويلة الأمد المبعوث قال إن التركيز على هذه اللجنة يمثل المفتاح الرئيس لحل الأزمة اليمنية التي تعيش عام التاسع دون أي انفراجة في الأفوق خبراء اقتصاديون أكدوا أن الملف الاقتصادي يمثل جوهر المحادثات المتعطلة خصوصا جزئية صرف المرتبات للموظفين في مناطق سيدرة الحوثين في ظل التحديات أبرزها الانقسام النقدي بين صنع وعدا وما ترتب عنه من فجوة في أسعار صرف العملة الوطنية وشحة السورة النقدي من العملة الوطنية لدى ميليشيا الحوثي الخبراء أكدوا أن الإعلان عن هذه اللجنة سيتم بالتزاون مع توقيع الأطراف المتنازعة على خارطة الطريق التي سترعى تنفيذها الأمم المتحدة اللجنة التي سيتم تسمية أعضائها من طرفي النزاع في حال التوفق ستتولى توحيد السياسة النقدية بين البنكين في صنع وعدا وسعار الصرف وتوحيد العملة والاتفاق على حجم الكتلة النقدية وتسليم المرتبات الموظفين بالريال وتحويلها عبر البنوك مع ضمان تنفيذ الحلول الاقتصادية كحزمة متكاملة وبحسب الخبراء فإن توحيد المؤسسة الإيرادية يعد أبرز المسائل المعقدة والتحديات الكبيرة التي ستواجه اللجنة الاقتصادية في حال التوصل لاتفاق ينهي الانقسام الحاصل ويعيد للعملة الوطنية اعتبارها